أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان أن ما وصفها بالإدارة الانقلابية في مصر منزعجة من تصريحاته وقال أردغان خلال إفطار رمضاني في أنقرة أن على الغرب أن يظهر موقفا مشرفا من الانقلاب على حد تعبيره وصلتني رسالة من مصر أمس يقولون فيها أنهم منزعجون من تصريحاتي وأنهم يحتربون تركيا كثيرا ويقدرون رئيس وزرائها ويقولون أنه يدل الآن بتصريحات خاطئة لأنه لا يعرف بعض الحقائق يقولون أنه من الممكن أيضا أن يتحدث معي عبر الهاتف إذا اضطر الأمر أنا أضحك لهذا الأمر أم نفكي وكيف ستحدث معك أنت وأنت لست منتخبا بل عينت من قبل حكومة انقلابية أو إدارة انقلابية والأغرب من ذلك ينظمنا الآن مراسيم أذاء اليمين أنا أضحك لهذا الأمر أم نفكي وأنا أوجه كلامي إلى كل العالم وإلى الغرب إن الشخص الذي نفذ الانقلاب أي السيسي تولى منصب وزير الدفاع ويؤدي اليمين أمام رئيس الجمهورية الذي يعين من قبله ما هذه المأساة وفي أي نظام ديمقراطي من الممكن أن يحدث هذا ولماذا يصمت الغرب عن ذلك ولماذا لا يظهرون موقفا مشرفا تجاه هذا الأمر كما أكد رئيس الوزراء التركي أنه رفض طلبا من نائب الرئيس المصري الجديد للعلاقات الخارجية محمد البرادعي بمحادثته هاتفيا معتبرا إياه ليس ممثلا شرعيا لمصر الشخص الذي أراد أن يتحدث معي بالهاتف كان قد أعلن قبل عدة أسابيع عن معارضته للانقلاب إلا أنه قبيل على الفور بمنصب نائب رئيس الجمهورية لرغبته بمنصب رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية وبعد كل هذا يرغب بالتحدث معنا إنسى هذا الأمر أنت حصلت على نسبة واحد ونصف في المائة في الانتخابات بينما حصل مرسي على نسبة 52% وبالطبع أن نسبة 52% أكثر من نسبة واحد ونصف في المائة ويجب أن تعلم كيف تحترم هذه النتيجة قبل كل شيء همنا هنا ليس مرسي لكن بالنسبة إلي فأنا أرى السيدة مرسي كرئيس للجمهورية وذلك بسبب احترامي للشعب المصري